بسم الله الرحمن الرحيم. الامتحان السادس من امتحانات كتاب بقلة المعاصر. من ستة وعشر امتحان طبعا. ده اخر امتحان على الوحدات. اخر امتحان جزئي. بعد كده كلهم امتحانات شاملة. يعني كده حضرتك لما تحني الامتحان ده المفروض انك انت رجعت لاتناشر واحدة كلهم عملت عليهم اسكان. اول سؤال. هو ما باعتبرش نفسه ولا افكاره انها مهمة جدا مقارنة بافكار الناس التانية. يبقى الراجل ده كده راجل متواضع ولا حسود او حقود يعني ولا متعلق بي ولا طموح اكيد ده راجل متواضع عشان هو شايف نفسه زي زي الناس التانية مش مختلف عنهم. لابد ان تسامحوا. ما اعتقدش ان هو فعلها. ركز اشان الترجمة هنا هتفرق معك في الحل. هقولك انا لا اظن ان هو عملها عمل كده عمدا. وعمدا يبقى لهالأولى دي. طيب اما اختياريا اكيرت لي بدقة معناها مصادفة او بالصدفة او من غير قصد. يعني انت لو شلتي لي هنا وكنت قلتي لي كنت هتقول هل انت قبل كده شاركت في رحلة استكشافية? كلمة هنا معناها ايه? اول واحدة كده معناها رحلة بحرية. اللي معناها بحس او استخصاء اه او استكشاف زيها زي تقدير يعني حادث وحدث وكمان نزاع. معناها يشحز بشحة يعني. بيهدومه للمقطع دي الموضوع ده كان موفنج يعني محرط للمشاعر. وزي ما انت عارف ممكن بدل موفنج نستخدم اكتر من كلمة ممكن موفنج ممكن اموشنال ممكن برضو محرط المشاعر ممكن كل دول بنفس المعنى. يعني صار مبهج معناها شيق. هل انت هتعيش طول حياتك بهزي الظروف المالية السيئة? معناها بشكل دائم او بشكل مستمر. بقول لك بقى حاول تعمل شوانا تانية هنا. عايز ابسط عكسها. عكس الدائم المؤقت اللي هو اسمه اللي هي رقم سي. طيب بعد كده رقم ستة. الفترة اللي الشخصي بيكون فيها الملك او الملكة او بيكون فيها الامبراطور. تعال نشوف الاختيارات. دي معناها وظيفة ومعناها احتلال طبعا زي ما انت فاهم. منها معناها محتل. معناها مناسبة. اللي هو فترة الحكم. دي فترة الحكم. دي اللي معناها القطر او البلد يعني. فطبعا انت بتقول لي هنا الفترة للشخصي بيكون فيها حكم يبقى كده رقم بي. اصدقائك الحقيقيين هم اولئك الذين يشاندونك في وقت المشاكل يبقيني. طيب رقم تمانية. بقول لك شهدت الوفاة يعني عايز يقول لك شهدت الوفاة بتاعت الراجل ده. بتبقيل لك ان هو مات في عمر السادسة والستين. وشهدت الوفاة اسمها شهدت الميلاد شهدت الزواج اللي هي اسمت الزواج اسمها طيب اولا كده عايزك تركز على ديت يعني هما دلوقتي سعادة يعني موضوع مضارع. فهنستبعد هات خلاص من الموضوع وتفكيرك كلها هيكون مضارع. طيب وبعدين الله يقول لك هنا يعني معنى كده هما كما واحدة بنتين. فبالتالي جمع. فانا عايز برضو الفعل جمع. وبالتالي نستبعد هات ونستبعد هات. وتلاقي نفسك بتختار الاجابة الصحة هاف وانت مغمض عينك. انت عارف ان الناس اسم جمع اصلا فعشان كده لو كنا هناخد فعلي هنا كنا هنقول برضو فعلي جمع كنا هنقول مثلا على سبيل المسال. طيب وما ان الناس كتير فمش هناخد لان بوس دي بتشيل اتنين مع بعض. ما فيش حاجة اسمها اول انا عارف المصطلح اسمه ايه اسمه ايه اسمه معنى بعضهم البعض. وكان ممكن نقول انا انا مش متأكد بصراحة. يعني معنى كده انك بتكلم على احتمال. انت من اولها كده انا قلت لي طيب يبقى علي مست بي ولا كانت بي ولا مي بي ولا شوت بي. انت قلت لي مش متأكد يعني ربما يكون يبقى مي بي. طيب بعد كده رقم اتناشر. بعد ايه? الغرفة بدت نظيفة. بعد ان نظفت. يبقى انت عايز اللي جملة كده مبنيها للمجهول. يبقى تقول افتر طب ليه ما اخدش على فكرة كان عادي ينفع كده. وكان ممكن نقول افتر عادي. طيب احسن ات صنعا. المهمة بتاعتك انجزت بشكل جيد. يبقى ده مجهول. يبقى يرتزك ده مجهول. طب ده معلوم مش معنا خالص. وده برضو معلوم مش معنا. لكن دي مجهول. طب ليه ما انا اخدش دي? لو انت خدتها يبقى معنا الجملة ان المهمة بتاعتك اه اكيد تؤدى بشكل جيد. انا هقول لك برفع عليك المهمة بتؤدى وانت انتهت يعني وانت طلعت النتيجة فانا فرحان. سالمة سد. بتقول لك ايه سلمة? مش عارف اعمل العامل المنزلية ده كود الواحد يا امي. ده معناها ان سلمة بص بقى في الجملة الاصلية قال لك هنا ايه? كان. يبقى انت هتخلىها في الماضي كود. يبقى كود والمصدر برضو. يبقى لها رقم ايه? طيب. هتسألني سؤال ليه ما ناخدش كود هفضا? كود هفضا معناه كان بامكاني ان يفعل لكنه لم يفعل. وانت كده غيرت المعنى. مايار بتجري ايه? عشان كده المفروض ان تتدرب شوية عشان تلحق تفوز بالسباق. يعني هي بتجري بسرعة جدا لدرجة ان هي آآ يجب ان تتدرب مرة تانية اما لو بتجري بسرعة مش هنحتاج انها تتدرب. طبيعيا. المفروض انك تقول لي مايار بتجري ببطء. المفروض تقول لي مايار بتجري ببطء ولا مايار? عشان كده المفروض تتدرب. يبقى طيب. السؤال بها. ليه ناخد ما ناخدش اللي هي ديت. عشان حضرتك بتقول لي هي بتجري ببطء لكن احنا كم ممكن نقول مايار از تكون بطيئة جدا لزلك هيجب ان تتدرب. لا هو دلوقتي لابس الهدوم وانت شايفه شايفه لابس الهدوم والهدوم عجبتك. ده معناها ان الراجل ده زهب للمحل ورجع تاني يبقى لكن لو انت اخدت لي معناها ان هو زهب للمحل ليشتري ملابس ولم يعود. يعني انت ما شفتش الهدوم اصلا. طيب الصفحة اللي بعد كده اللي فيها القطعة. بقول لك ان سيندي بتقول لما ميتها باباها ان هم ياخدوها يروح يعملهم عسكر. من يوم ما قعد مرة مع جولي. وجولي حكيت لها عن متعة الكامبينج ومزايا. بدأوا هم يبحثوا عن الاراضي اللي ممكن الاماكن اللي يعمل فيها كامبينج ولقيوا واحد ممتاز. خبالك دي ما ما بنستخدمهاش كتير يعني انت اصلا مفوت فلما تلاقي يعرف ان دي التصريف التات من كلمة اللي هي كان ممكن برضو يعني. بس قلة ما تلاقيها قدامك في يوم الايام دي. المهم بدأوا يشتروا المعدات او الاشياء اللي هم ما يحتاجوها. هم دلوقتي قاعدين بيزبطوا حاجتهم في المعسكر. بدأت سيندي هي وباباها يجهزوا المكان معا وامها كانت بتعمل الموقد يعني عشان تطبخ لهم وكده. كان صعب ان هما يوقفوا كل الاعمدة بتاعت الخيمة. والخيمة واعت مرتين اتنين بسبب خيابتهم. اخيرا يا جدعان الخيمة وقفت في المكانها الصحيح. بدأت سيندي تسحب الشنط بتاعت النوم. والام بدأت تفحص في المكان حواليها كده ممكن يكون فتعباء مستخبي كده ولا كده. سيندي قالت لما متها هيخرب بيت الشجاعة اللي انت فيها انت بتدور على التعبين بنفسك. باباها جاب شوية خشب كده وبدأ يولع عشان الناس تبقى في المعسكر بتدفها. هي سيندي وباباها وممتها بدأوا بقى يطلعوا المهم معاهم اكل انواع مختلفة يعني كانوا مجهزين معاهم. زي آآ بدأ يشهوا في اللي معاهم زي مارش ميلوز وبدأ يعملوا مارش ميلو والبنت سيندي حبتها وقالت المارش ميلو ده ممتاز. بدأ الدينة تظلم فبدأوا كل واحد يطلع عشان ننام. لفترة طويلة من الليل الدينة كاتهدي واخر حلاوة. بدأت سيندي تنام. والدنيا كات اخر حلاوة. سلام يعني. زين فجأة دي بتسوي واحنا قلناها في سلسلة التركات لو انت ما سمعتها اسمعها انصحك لانها مهمة. موجودة على اليوتيوب. على قناة اليوتيوب اسمعها. بدأت سيندي تسمع صوت غريب. كأن في حال كده ترتطم عالارض. سمعت حاجة بس الوقت التوقيت ده لم يكن ممطرا فهي قالت لا ده مش مطر اكيد. التوضاء دي توقفت وبعدين انت بدأت تشتغل تاني. بدأت سيندي بقى تخاف. في البداية ما كانتش عارفة تعمل ايه في البداية. طلعت من شنطة النوم اللي هما بنوموا فيها السرر المتنقل ده. وطلعت بره. وقفت عند الباب كده ونحنت للخير عشان تعرف اللي بحصل. بالله بس كان بيكب شوية مية على النار. سيندي وعدت نفسها وقالت لنفسها ما ينفعش تخافي بعد كده خليك القلب الجامل. وراح ادخل لنامتاني والقصة ملاش اي ستين لازمة بصراحة. بس احنا قرأناها للأسف يعني. السؤال بقى. اول حاجة عملوها انه هما عملوا الخيمة. يبقى ايه? يعني المكان اللي هم طبعا انت عارف المكان والزمان. هنا ايه المكان اللي هما عادوا فيه? كان في من اي وجهة نظر القصة دي بتخبر يعني. تعال كده قبل ما جواب السؤال ده احكي لك قصة كده دي الاول. عايزك تعرف ان point of view ديت لما نستخدمها في مجال الحكاية في القصص والكده القصص دي فانده عندك تلاتة point of view. اول واحد كده. تاني حاجة السكند. تالت حاجة السرد برسن. حلو? طيب. ايه الفرق بينهم يعني? هفهمك الموضوع ده. تلاقي القصة مكتوب فيها اي وي كتير. طيب السكند برسن بقول لك بقى لما يستخدم اصلا في الحكاية بتلاقي يو. طيب السرد برسن بتلاقي بقول لك هي شي زي ات وهكذا. طيب. على سبيل المسال. الفرس برسن بصة تلاقي لنسل الراجل بقول لك اه اي اوبن دور and went out. اي طوق ماي براثر وزمي. وي وير اليتل بيت ساد. انت عمل تقول اي ويبقى ده طيب بقول لك يو سواء يودل مقصوب بيها او يعني سواء يو اللي معنى انت او يو اللي معنى انتم. على سبيل المسال. بقول لك يو اه 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 مسلا تون ميدل. يو معرفش ايه كده. مدام فيها يو يبقى ده طيب القصة بتاعتنا هنبص علىها بصة تاني كده. شوف الراجل بيحكي عن ايه. عارب لك عاربش ساندي وشي وزاي اهي زاي قدامك وهير فادر. وفي الاخر خالص ما عاربش اعمال يقول لك هنا ساندي وآآ شي يعني معنى كده ان الراجل عمال يقول لك شي وهي وكده مدام قال لك دول يبقى دي على طول. فتروح انت مختار له هنا في الايجابة بتاعت السؤال ده والسؤال ده تقريبا انا مش فتش في اي كتاب بصراحة بكده بس فكرته حلوة لطيفة بيضيف لك معلومة. يبقى كده اه اه شعور البنت دي كان ايه كانت محب تحبه جدا مستمتعة طبعا هي يبقى شيه طب ليه ما انا اخدش ما هو قال في القطع هو ايه كانت مرعوبة انها هتعمل معسكر تاني لقد هي قالت لنفسها ما عادش يا بنت يا سندي فهتخافي خليك يا قلب الجامد. طيب لما عارفت الضوضاء جاية منين? لما عارفت مصدر الضوضاء ان الضوضاء دي بسبب باباها. هي يعني استريحة بعد ما كانت خايفة ومخضوضة استريحة. طيب ايه اللي مش مطلوب? ايه اللي مش مطلوب لما ديجي تعمل رحلة استكشافية? اه سوري تعمل المعسكر يعني? علبة السعفات الاولية? طبعا دي مطلوبة. فضعت رجلت قطعت وحنا بنشيل مسلا بنجلم الخشب وكده. فود الطعام بضر مطلوب. طيب اه اه الهدوم طبعا مطلوبة. راح تقعد هناك مغير هدوم. لكن اللي واحد تزلج. هتتزحلق فين في المعسكر يا عم الحج. دي اللي مش مطلوبة فعلا. طيب صفحة لبقى كده. ايه المهارة اللي هي تعلمتها? لان هي وقت منهم مرتين فبعدا وعملها تاني. لكن اللي طبخ ما متها. ما فيش سباحة طبعا. الفكرة اللي القصة دي بتتعامل معها. العائلات دايما بتتناقش لما تكون بره. ولا ان الاجزاء بتكلف فلوس كتيرة. ولا ان المعسكر بيكون فيه شغلة كتير. ولا المعسكر ده بيكون عبارة عن اه مغامرة. هكيد مغامرة لانك بيقول لك ان الام راح تدور عالتعبين من الاتش تعبين. والاب صاحب الليل طف النار والبنت خضت فكله كده فيه يعني. طيب بيقول لك اه اللي هي الاعصير الاستوائية. ساعد بنسميهم بس ده فين في اسيا? وساعد او بنسميهم في نورس انساوز امريكا. بقول لك ان هم عاملين زي ما يكون عاجلة من الهواكة بتحرك وتضرب. سرعتهم بتكون ستين كيلومتر في الساعة. او اكتر. فهتا براقب العصير. اللي هما العلماء اللي بيدرسوا الارصاد والطقس وكده بيحددوا اه بيحددوا بتعرفوا على او بيكتشفوا يعني اعصار بيسموها باس. ممكن يسموا الاعصار ده باسم مذكر او اسم انس عادي. طب ليه لازم نسمي الاعصير دي باسماء معينة? الاسماء دي بتساعد الناس تعرف استعرف معلومات عن الاعصير وما اخضرها المحتملة. زويرلد ميتوريجيكال ارغانيزاشن اللي هي منظمة المنظمة العالمية للأحوال الجوية دي. دي عبارة عن بتقرر او بتحدد الاسماء اللي الاعصار ياخدها. القوائم بالاسماء باستخدام الحروف الابجادية. كل اسم. كل اسم في القائمة بيبدأ بحرف مختلف. وقولك ان اول اعصار بحصل في السنة باخد اول حرف من حروف الاسم بتاع السنة دي. والاعصار التاني باخد الحرف اللي بعده يعني اسم اللي بعده يعني حروف مترتبة. اي بي سي دي. اركز بعشان تفهم في سؤال عادي. لو اول اعصار سميناه ابل. الاعصار التاني هيكون اسمه بتي. طب جبتها منين دي. ما هو الاولاني بحرف الاي. يبقى التاني بحرف البي. الحروف دي كده مستثناء. لما فيش اعصار موجود بالحرف دي. زر اعرانت ميني نيمز لان اصلا اسماء البشر حتى واسماء الاسماء الاماكن وكده. حروف الكلمات اللي في القموس اللي بالحرف دي مش موجود اصلا كتير منها. الدول الاسيويات تستخدم قوائم مختلفة. اللي بيتم تشكيلها بوسط برضو. بيكون فيها عاد قليل من اسماء البشر. بيسموه اسماء الورود. الظهور والحيوانات والاشجار والاشياء اخرى متشابهة. اول سؤال معاك. بيقول لك the best title for this passage. افضل انا ممكن نحطوه في القطع القطع دي tropical cyclones اللي هي الاعصير السوئية من اولها اصلا يعني. هاريكانز and typhoons are two kinds of. الهاريكانز والتيفون. دول اصلا اسمائي 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 عبارة عن عواصف. الاعصار رقم خمسة. ركز بقى الاعصار رقم خمسة. طيب يعني اعملها عشان اعرف اعصار رقم خمسة. هتروح انتقال لنفسك ادي اي. بي سي دي اي. هنقف عند الاي ليه? لان ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يبقى الاعصار رقم خمسة هيبدأ بحرف الاي. طيب ده بال ويبقى مش معانا. يبقى الحرف التاني هنا اي ام امي صح. الاي ده الاولاني. والج ده مش الاولاني خالص. انت بتقول لي اي بي سي دي اي اف جي ايتش اي جي. عد معايا كده. وان دو تري فور فايف سكس سبن ايت ناين تن. يبقى الج ده رقم تن. وهكزا. فاحنا المفروض كده ايجابتنا تبقى رقم بي. الكتب بيعتقد ان ان استخدام الحروف آآ استخدام الاسماء بيجعل القضايا اسهل ولا استخدام آآ استخدام الاسماء بيجعل الناس مرتبكة. ما اجابش شزيرة خالص فانستبعدها. استخدام الحروف افضل من استخدام الاسماء ذات نفسها. داتا الرجل ما انلكش استخدم حروف ده قال لك استخدم اسماء مكونة من الحروف. يعني كده استبعدها كمان. انت كده معك استبعد اتنين. طيب. هل يطر استخدام الاسماء بيخلي القضية اسهل? ولا استخدام الاسماء بيخليها مرتبكة. ده هو قال لك لما نستخدم اسماء فده بيخلي الناس تعرف اكتر عن الهايفون وتعرف تتذكر معلومات عنه. طيب رقم آآ تسعة وعشرين. المترولوجست اللي هو بتاع الارصة بدرس هيدا. بدرس علم الغلاف الجوي والزهر بتاعته. ولا علم البراكين والزلازل ولا المحيطات ولا الأشياء الحية. لا طبعا بدرس الطقس والأحوال الجوية وكده يبقى رقم ايه? كلمة يحدد اللي احنا قلنا عليه يحد او يكتشف او يجد فكر. طيب دي معناها يا ترى يا ابتكر. ولا يكتشف ولا يطفو ولا يغرق. اكيد كده. لما تسمى العصير دي باسماء. فده بيساعد تنديهم في اي لحظة عالية عن العصار. ولا تبعد معلومات عنهم للو ام او. ازا كانت هي اللي بديك معلومات. انك بتخليها سهل للناس تتعرف عليها طبعا رقم سيه فعلا. زمان اخر خالص الفكرة الآسية في ايه? البريغراف الاخير. تعال نروح له كده. اخر بريغراف اللي هو ده. الفكرة الآسية اللي بحكي عنها البريغراف ده. ان الراجل بقول لك ان بتعمل قيمة من الاسماء والاسماء دي ممكن تكون حروف الاولى مش عارف من ايه والورود والزهور وكده. تعال نشوف. ان ان لا اسماء مختلفة بس بنفس الخصائص. ولا مقارنة بين الهايفون والالبتاع ده. ان امريكا لأ. انت هتشك في واحدة من اتنين دول. انت هتشك في طبيعي الراجل لما اقول لك الفكرة يعني البريغراف كله بتكلم عنيه. البريغراف كله ما بتكلمش عن العصير الاسوي. العصير الاسويه دي ما اذكرهاش اصلا غير اخر جملة. وبالتالي نستبع دي كده. واصبحت الايجابة كده رقم ايه? ان الاعصير لها اسماء مختلفة. الفكرة اسير على الرقم دي دي بفعلا مذكرة في القطع الاخيرة ولكن جملة واحدة. فلو انت روحت للقطعة تانية مسلا كده هتلاقي الجملة اهي. دي القطعة الاخيرة اهي. ما جاب لكش دي غير في جملة. لكن الموضوع كله بيحكي عن الاسماء المختلفة للاعصير. طيب ادخل بعد كده على جزئي بقى. الراجل بقول لك دائما تجنب. الناس المتشائمة. الذين لا يتوقفون لا يتوقفون ابدا عن الشكوى وانتقاد كل احوالهم الحالية. اول واحدة دائما تجنب الناس المتشائمين الذين فهم لا يتوقفون عن التزمر وانتقاد احوالهم القائمة فعلا ما هو التزمر والشكوى واحد. دي موظبوطة ودي بقى دي رقم ايه دي موظبوطة صح. يجب ان يتجنبنا المتشائمون هم اللي يتجنبون انا احنا لانتجنبهم لانهم مش هسبونا فحلنا. دائما يتجنب المتشائمون ما لكش كده. نقول لك دائما تجنب عن فعل امر. فدي كده بوزت. من الناس المتشائمين دائما من لا يتوقف عن التزمر والشكوى وتجنب الظروف الحالية. الكلام ده هو اللي ما تقال فوق. بس هو هراج لغير السياق. هو ما لكش من المتشائمين من كزا لا. دا قال لك دايما تجنب يعني جملة امرية. فكده يبقى دي برضو غلط. طيب الجملة التانية. بعض الخصائص كالصبر. الثقة. اللي هو المثابرة او الاستمرار يعني. وليمتلكها فقط الناس الناجحون. تعال نشوف اول واحدة في الترجمة. بعض الخصائص كالصبر والتسامح ما جلكش سيرة التسامح اصلا في الجملة. هناك من المميزات التي يتمتع بها بعض الناجحون مثل الصبر والتسامح والعزيمة. الرجل سيغل الجملة دي بشكل هذل كده. يهو في الجملة ما قالكش هناك من المميزات التي تتمتع بها ما قالش كده. قالك بعض الخصائص كالصبر والحاجات دي كلها كده ممكن تكون موجودة بس عند الناجحين. يعني هو كده قالب المعنى. بعض السمات مثل الصبر والثقة والمثابرة توجدت فقط لا دا الناجحون يبقى رقم دي مزبوطة كما انزلت زي ما الجملة بتقول بالضبط الاولى. طيب الجملة اللي بعد كده رقم دال. هناك من السمات ما يتمتع بها الناجحين فقط كالثقة والمثابرة والصبر. فالجملة قالك بعض الخصائص مثل الصبر والثقة والمثابرة. ما يمتلكوها فقط الناس الناجحون. هنا وقالك هناك من السمات. تحس ان دا رقم دال تنفع. بس هي مش مترتبة نفس الترتيبة بتاعة الجملة الاصلية. فعشان كده احنا بنلتزم بالصيغة الاصلية مدام فيه صيغة من الترجمة الاربعة تنفع. آآ. غير كده في حتة كمان كانت هنا او ان هو بقى لك بعض الناجحين. هو في الجملة العربي قالك بعض. بس هو قالك هنا التي يمتلكوها الناجحون ما قالكش بعض الناجحون. فلو حتى كانت نفس الاجابة رقم دي. هي رقم ده نفس المعنى. الا ان هنا حدد لك فيها وكده يبقى غلط. هناك بعض المشكلات التي تهددوا العالم والتي لن تحل بدون تعاون كل الدول العالم آآ وبخاصة دول متقدمة. طيب. هنا بقى الجملة دي. هناك بعض المشكلة التي تهدد العالم. اللعبة كانت هنا كلها. التي سوف لا تحل. دون او بدون التعاون بين كل الدول العالم وبخاص وخصوصا الدول المتقدمة يبقى كده رقم ايه دي مزبوطة وزي الفل. بس احنا مش هنسيب الباقيين غير لما نعرف هم غلط ليه برضو. ممكن يكون اختيارنا غلط. ممكن تكون في حاجة انت مش منتبه لها وانت بتحل فركز اقرأ كل الجملة ما تستعجلش على نفسك. بس طالع النبي كده منقولها بوازت. ليه? ولكن بعد. معلكش القليل من. يبقى لي بوازت. التي لم تحل. ده الراجل خدها كده على ماضي. بالرغم من الجملة الاصلية قال لك لن تحل. يعني مستقبل. هنا عملها ماضي فبوازت. هنا برضو قال لك فشكرا بوازت من غير ما تكمل قراءة. يبقى كده احنا اخترنا صح. الجملة اللي بعد كده. بقول لك يا تمتع الريف بكثير من مناظر الطبيعية. الخلابة والهواء النقية. مما يعيش على الحياة الريف افضل كثيرا من حياة المدينة. تعال نشوف كده الاجابة الصحة. طبعا مش ميكس لانه قال لك حاجتين اتنين. الجملة دي زي ما انت شايف كده مزبوطة وزي الفل. طيب احنا برضو مش هينفى نحكم عليها هي دي صح ولا لا تماما الا لما تشوف الباقي. امسك اول واحد. اما هو هو نفس المعنى الاتنين الريف برضو. بوازت كده. ليه? الراجل قال لك يا تمتع فده مضارع. لكن بالترجمها ماضي فده معناها تمتع. فكده بوازت. يمتلك هو قال لك الى حد ما قال لك طفيف ما قالش كده يبقى دي بوازت. بس كمان في حتة في الاخرية اول قال لك كده ده مضارع مستمر. الجملة اصلا دي جملة حقيقة. الريف يتمتع بالمناظر خلابة دي حقيقة ما فعلش يعملها مضارع مستمر. غير كده الراجل بقول لك يعني حياة حياة الريف بوازت اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم كده بوازت برضه لاني هافي امتلك ما تجيش مستمر. جزئية الريتنج. بقول لك شوف انا بقولي? لازم احدد. انت بتتكلم على باريغراف في مقال ولا في ايميل هو ما تحل الشغل لما تقرأ بتأني. في المقال بنبدأه بكلمة او ده رقم واحد. التانية. بقول لك من في دول فيها الترقيم الصحيح? وبعدين المفروض بعد بعد ما نقول نادا نرو عاملين كما ونفتح الاقواس ونقول كلام نادا وفي الاخر نقطة ونقفل الاقواس. ده المفروض نعمله. طيب الراجل هنا قال لك نادا وعمل الكما بو الاقواس فكده بازت. طب نادا وبعدين كما يبقى ليه مزبوطة? في رقم سي. وبعدين كما والاقواس. تعالى بس ما اقول لك الحتة عشان ايه? انا شخصيا كنت معترض عليها بداية الامر يعني. بقول لك احنا ممكن نستخدم الكما دي لما تكون انت عامل جملة خبرية. بمعنى ايه جملة خبرية? سامي ست. اي طبعا في هنا كما. طبعا للنقطة الاول وبعدين نقفل الاقواس. دي طريقة. او انك تقول I lost my back. وتقفل الاقواس وتقول ست سامي. الاتنين دول صح. طيب. الجملة اما دي طبعا دي صح معروفة ما فيهاش نقاش. الجملة التانية دي انا شخصيا كنت معترض عليها لحد ما دورت عليها كتير. وصلت لها الحمد لله يعني. ودي طبعا موجودة في شرح المعاصر لكنها غريبة شوية فعشان كده انا دورت عليها يعني عشان اوصلها. طيب فانا عايز اكتركز او في حتة دي. انك انت لو بس بشرط تكون جملة خبرية. طب لقوا فرض جملة سؤال. على سبيل المثال سامي ست. where is علي. ده سؤال طبعا. الجملة دي كده هل ينفى هنحط الكما هنا. وفي بمعنى انك هتقول لي where is علي. وتقفل تعمل الاقواص. وتقفل الاقواس. وفي الاخر انا تروح على يلي ايه? اه مسلا اه اسكد سامي مسلا او سامي اسكد ايهما يعني. اسكد سامي او سيد سامي تنفع برضو. حل هنعمل هنا كما? لا. طب نعملها جوه الاقواس برضو لا. يبقى ركز. لو الجملة اللي بين اقواس جملة خبرية. فحننجيب الاسم الاول. وبعدين الكما. او ان احنا نقول الكلام. وبعدين الكما جوه الاقواس. وفي الاخر نقول فلان قال. طب لو هي جملة سؤال. لو جملة سؤال. ما فيش غير احتمل واحد بس اللي صح. اللي هو انك تقول سامي سيد وتعمل القما وتفتح الاقواس وتسأل السؤال. او انك تقول فلان يعني تسأل السؤال. وعلمة استفهم موجودة. وفي الاخر ما نعملش هنا كما. هنا بدون كما. لو عملت كما يبقى غلط. طيب يبقى الاتنين ما قابولين في جملة الخبرية وفي السؤال لا. وده اللي هو شرحه في كتاب المعاصر وهتلاقيها الموجودة في كتاب المعاصر وهو الايجابة كده كمان رقم معنا. يبقى انت كده معاك كده طيب كان بي المرفق بتاع الايميل. لو انت بعيت الايميل. حد بعيت لك ايميل. حلو? ايه اللي ممكن يبعتولك كمرفق في الايميل ده? تعال نشوف. فوتو صورة رقمية? اه صورة متسهرة بالموبايل ايوة صح ممكن. مستند اه ممكن يبعت لك مستند ملف. طب بيبعت لك ميداليا? لأ الميدالية تتبعت في الليتر مع الليتر خطاب ويحضط لك فيه ميداليا من جوه عادي. طيب يبقى كده انت معاك ايه عن دبيه? طيب السؤال المزيل ده عايزك تلاحظ فيه وتركز في اللي قولك هيدا كويس. السؤال المزيل ده عبارة عن فعل. مساعد زائد ضمير فاعل. قبلهم بيكون في كما. وبعدهم بيكون عام تستفهام. حلو? طيب. الفعل المساعد ده بيبدأ بحرف ما ينفعش يبدأ بحرف كابتل. طب يا مستر نحط نقطة ونجيب فعل مساعد مسلا زي وبعدين شي وبعدين عام تستفهام. واحنا عملنا كابتل يا مستر عشان لأ احنا نحطينا نقطة. ده غلط 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 غلط. السؤال المزيل جزء من الجملة. يعني ما ينفعش انت تعمله جملة الواحدة ومستقلة. وبالتالي هنخلها ننفيها تبقى بعدين نقول وعالم تستفهام. طب ما دي بس ما فيش كما. يبقى دي بوزت. بس عامل نقطة وكابتل بوزت. وكما يبقى كده رقم دي مزبوطة. طب ما دي برضو بس فين عالم تستفهام فبوزت. وانتبه كمان لفكرة. لو الراجل قال لك مسلا سالي سالي از شورت. حلو? السؤال المزيل يا ترى هيكون ازنت شي ولا از نط شي ولا ازنت سالي. ركز بقى في كلماتين طول عشان ده كلام مهم. بداية هنبدأ من تحت وهنطلعين لفوق كده. دي غلط خالص. ليه? لانك قلت لي يا مستر ان السؤال المزيل عبارة عن فاعل مساعد زائد ضمير وحطيه تحت ضمير دي سبعين خط. ضمير 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 فاعل. ضمير فاعل يعني هنشيل سالي ونحط لما كانها شي. ما ينفعش نقول ازنت سالي خالص. طيب از نط سالي. ده غلط غلط غلط. ليه يا مستر? احنا قلنا اول ما نحوزه ونحوزه تانية. السؤال المزيل يا فندم. السؤال المزيل. هدفه لاختصار لازم نختصر. وانت كده ما اختصار لازم نط شي اختصر بقى خلق ازنت شي اللي هي دي وحط على انت فهم ما تنساش بقى كده مزبوطة. حلو? طيب. احنا كده متفقين على السؤال المزيل وخلصناه. ده كان السؤال رقم اربعين وخلصنا الامتحان تلاتة وتلاتين دقيقة طويلنا شوية في الامتحان ده عزرا. اتمنى ان هو يكون قدم لك شيء جديد وما تنساش تعمل لايك لفيديو وتشير وكده. انا بطبط لاني انا ملقيتش حد باسمها يا جماعة. نعمل الفيديو. ولاقي في تلتمية واحد سمعوه. طبعا تهريك. بس ورضو هكمل معكم. اه السلام عليكم وبركاته.